السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة انجليش تيوب معكم عباس شكر ده الفيديو التاني اللي بنشرح فيه related pronouns ضمائر الوصل كان الفيديو الاول تعرفنا فيه عن معنى ضمائر الوصل استخدمها في ربط جملتين اهم الحقائق المرتبطة بضمائر الوصل نهضة ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم او هنعرف ايه هي ضمائر الوصل المستخدمة مع الاشخاص والتي تحل محل الانسان ضمائر الوصل التي تحل محل الانسان هي اربع ضمائر who, that, whom, whose لكن ايه الفرق ما بين ضمائر الوصل الاربع ده بيرتبط بمكانها في الجملة ايه اللي جاي بعدها ارتبطها بالكمع بحرف الجر وده اللي هنتعرف عليه دلوقتي حالا اولا الحالة الاولى اذا كان بعد ضمائر الوصل المطلوب باستخدامه فعل فتكون جملة الوصل المحذوف منها فاعل وفي هذه الحالة نستخدم اما هو او ذات جملة الوصل وقبلها فالمحذوف فاعل هو وفي هذه الحالة بنستخدم اما هو او ذات وفي هذه الحالة بنستخدم اما هو او ذات لكن لوجود الكاما لا يمكن استخدام ذات ابدا واذا كان هناك كاما قبل ضمير الوصل فيمكن ان نستخدم هو ولا يمكن ان نستخدم ذات في الحالة دي الحالة التانية اذا كان بعد ضمير الوصل المطلوب فاعل ثم فعل في هذه الحالة بيكون المحذوف هو المفعول وبيأتي ضمير الوصل ليحل محل المفعول لكن يأتي في اول جملة الوصل وبيكون عند احتمالات هو او ذات او هوم ايضا ايضا قبلة الوصلة تبدأ بفعل وهو اي وقبلها انسان والمحذوف من القملة مفعول هو ايضا 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 في هذه الحالة يمكن ان نستخدم هو او ذات او هوم number two my friend امر i go to school with is sick قملة الوصل i go to school with وينقصها my friend مفعول لكن قبل ضمير الوصل يوجد كما وفي الحالة دي يمكن استخدام هو لانه هو يمكن ان يسبقها كما لا يمكن استخدام ذات لان ذات لا يمكن ان يسبقها كما يمكن استخدام هوم لانه هوم يمكن ان يسبقها كما وبالتالي الاختيار اما هو او هوم number three my friend with i go to school is sick جملة الوصل i go to school والمحذوف with my friend لكن حرف الجر with استخدم قبل ضمير الوصل فيبقى ان نستخدم ضمير وصل يحل محل المفعول my friend لكن في وجود حرف الجر with لا يمكن استخدامه لانه لا يمكن ان يسبقها حرف جر ولا يمكن استخدام ذات لان ذات لا يمكن ان يسبقها حرف جر لكن يمكن استخدام هوم التي يمكن ان يسبقها حرف جر اذا الاختيار هو كلمة هوم my friend with whom i go to school is sick الحالة الثالثة اذا كان ضمير الوصل يأتي بعده جملة كاملة ينقصها صفة ملكية تعود على الاسم الذي قبل ضمير الوصل وصفة الملكية المحذوفة من الجملة التي بعد ضمير الوصل هي اما his او her او their او اسمي لي apostrophe is الملكية وفي هذه الحالة نستخدم ضمير الوصل whose for example this is my friend father is a doctor هذا يكون صديقي اب يكون طبيب المحذوف من الجملة هو صفة الملكية his او my friends التي تعود على my friend بمعنى والده يكون طبيب ومدام المحذوف هو صفة ملكية فضمير الوصل المستخدم هو whose this is my friend whose father is a doctor هذا يكون صديقي الذي والده يكون طبيب وراحظ ان والده بها ضمير ملكية يعود على my friend number two this is my friend sally book was lost هذه صديقة سالي كتاب كان مفقود الجزء المحذوف من الجملة التانية جملة الوصل هو صفة الملكية her او my friend sally التي تعود على my friend sally ومع ذلك من المحذوف هو صفة ملكية فضمير الوصل المطلوب هو كلمة whose لتصبح الجملة this is my friend sally whose book was lost هذه صديقة سالي التي كتابها كان مفقود فبيوجد ضمير الوصل في كلمة كتاب كتابها يعود على الاسم الذي قبل ضمير الوصل وهو كلمة sally او my friend sally number three these are my cousins father is a doctor هؤلاء اولاد عمي اب يكون طبيب الجزء المحذوف من جملة الوصل هو صفة الملكية their او my cousins ومع ذلك المحذوف هو صفة ملكية فضمير الوصل المستخدم هو whose وتصبح الجملة these are my cousins whose father is a doctor هؤلاء اولاد عمي الذين والدهم يكون طبيب وهنا والدهم بها ضمير يعود على my cousins ابناء عمي والان مع الاكسرسايز تدريب على استخدام ضمير الوصل مع الانسان كل المطلوب منك هتوقف الفيديو على التدريب تجاوب تدريب في ورقة خارجية عندك وبعدين تحرك الفيديو عشان تشوف الاجابة النموذجية تقارنها باجابتك وتشوف اي صح اي غلط ده كل شي عن استخدام ضمير الوصل مع الاشخاص الفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن استخدام ضمير الوصل مع الاشياء اذا عجب الفيديو دوس لايك and subscribe